السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية اليوم جيناكم باختبار فصل ثاني في مادة التربية العلمية هذا الاختبار بعثوا لي أحد الزملاء نوجه له تحية بالمناسبة هذا البرح ذر الاختبار هذا في المؤسسة نبدأ على بركة الله بالتمنين الأول التمنين الأول يقول تعرفت على نوعين من الحيوانات حسب نمط غذائها أذكرها هناك آكلات نقاط مثل نقاط ثم آكلات أيضا نقاط مثل ثم نقاط آكلات ماذا تعلمنا نحن آكلات العشب إذن نكتب آكلات العشب مثل مثل ماذا مثل الفيل الزرافة البقرة نكتب واحدة فقط البقرة ثم آكلات اللحم مثل ندروا أي مثل أسد الذئب التمساح السقر كلها آكلات لللحم ثم التمنين الثاني يقول رتب الفترات الزمنية من الأقصر إلى الأطول من الأقصر إلى الأطول من الصغيرة حتى للكبيرة شكون هما الأسبوع الأسبوع شيء من يوم الأسبوع في سبعة أيام ثم السنة السنة فيها بزيف أيام فيها 12 شهر وكل شهر في 30 يوم ثم اليوم اليوم هو يوم واحد ثم الشهر الشهر في 30 يوم أيهما أقصر لأنه قال من الأقصر إلى الأطول نبدأ من الصغير حتى للكبير أسبوع فيه سبعة أيام السنة فيها بزيف فيها 30 ثلاثون إثنى عشر مرة واليوم فيه واحد والشهر فيه 30 أيهما أقصر إذن اليوم هو الأقصر نكتب أولا وهو اليوم نشطب على اليوم شيء يبقى هنا الشهر هو 30 يوم السنة وقلنا فيها بزيف الأسبوع في سبعة أيام إذن الأسبوع يبقى الشهر والسنة الشهر فيه 30 يوم السنة فيها أشهر بزيف في أيام بزيف إذن الشهر ثم السنة مفهوم؟ الآن نذهب إلى الثمانين الثالث الثمانين الثالث يقول ضع صحيح أو خاطئ في الفراغ الضع صحيح أو خاطئ في الفراغ الذئب حيوان يعتشب الذئب يأكل عشب خطأ إذن نكتب خطأ ترعى الحيوانات صغارها حتى تكبر الحيوانات تبقى مع صغارتها حتى تتكبرها إذن صحيح من أجل التكاثر يجب أن تتوفر لدينا الأنثى فقط بش تكاثر بش يولدوا صغار نحتاج الأنثى أولا نحتاج الثكر والأنثى نحتاج الثكر والأنثى وهنا أقل لك الأنثى فقط إذن خطأ السقر حيوان يفترس السقر يأكل الأرانب الصغيرة يأكل الدجاج إذن صحيح ثم التمرين الرابع ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب رقاصات حركات سلوكات مألوفة يقوم كل حيوان بنقاط خاصة في فترة التكاثر فتصدر بعضها أصوات غير نقاط ويقوم بعضها الآخر بنقاط ونقاط إذن نعود من الأول يقوم كل حيوان ب نقول سلوكات بقي بسلوكات خاصة في فترة التكاثر فتصدر بعضها أصوات غير مألوفة ويقوم بعضها الآخر بحركات ورقاصات ورقاصات بحركات خاصة نقدر بنقل برقاصات خاصة لأنه كلها حركات أو أفعال متشابهة أظن هذا في رأيي خاص ونخلي التعليقات التي أيضا ستحدد لنا هذا الاختبار إذا كانت في متناول التلميذ أو لا إلى هنا انتظرنا في فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا